يوم تكويني للإعلاميين حول كورونا الجديد فمنذ الإعلان عن حالة الطوارئ في العالم بسبب عدوى الفيروس انتشرت أخبار بالاشتباه في حالات مصابة في الجزائر وكلها محضأ شائعات لا غير صحافة علاش؟ على خطر نعرفه بالصحافات العبدور كبير مدون هما يعني الناس ساعات من الساعات يسون لا سيلا جسيون دولاري مر وكذلك نتكلمنا اليوم عن الكميونيكاسون الكميونيكاسون على الريسك يجب أن يروا هذه الإشاعات نتأكدون منها أكد أن كل الحالات التي جاءت للمستشفى القطار بسبب أعراض تنفسية لا تخضع تعريف الحالة المشتبهة فيها يعني حالة كورونا فيروس يجب أن يكون الإنسان لديه أعراض تنفسية لديه حماة لكن يعود جامل منطقة فيها الفيروس فيروس كورونا يوصل زحفه في الصين وحصد الأرواح يوميا منظمة الصحة العالمية تدق نقوص الخطر والجزائر من بين الدول التي سطرت مخططا موسعا لمجابهته منظمة الصحة العالمية سننمع الوزارة الصحة في كل هذه المرحلة تعلق الاستعداد أنا في حالة لا تقلق في الجزائر الجزائر وضعت كامل الإحتياطات والديسبوزيتيف نساسير الصحة العمومية مسؤولية الجميع وإن كان خطر كورونا القاتل بعيدا عن الجزائريين فإن فيروس التهويل ونشر الشائعات أخطر وأخطر